لم تعد عدن آمنة لأحد هذا ما يمكن استنتاجه من رحيل بعض موظفي الأمم المتحدة نتيجة تنفيذ ميليشيا المجلس الانتقالي انقلابا على الشرعية في العاشر من غصص الحالي بدعم إماراتي وصمت سعودي مريب وفق اتهام وزير الداخلية أحمد الميسري حيث أعلنت الأمم المتحدة تقليص عدد موظفيها في العاصمة المؤقتة وقال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن المنظمة الدولية بدأت بالفعل بتخفيض تواجد موظفها لاعتبارات أمنية كانت عدن قد شهدت الأيام السابقة لانقلاب ميليشيا الانتقالي حالات تهجير قسري وتلت عملية الانقلاب حوادث نهب لمنازل مسؤولين ومؤيدين للحكومة في ظل تخوفات من حدوث تصفيات على حساب الهويات المناطقية والحزبية لم يتضح بعد الموقف النهائي للسعودية من انقلاب أغسطس رغم مرور أكثر من يومين على المهلة التي أعطاها التحالف للمجلس الانتقالي باستخدام القوة في حال عدم انسحابه من الأماكن التي سيطر عليها لكن تحركات المملكة بدت واضحة باتجاه احتواء انقلاب شريكتها الإمارات لا باتجاه انهائه حيث التقى الرئيس هادي كلا من الملك سلمان وولي عهده في الوقت الذي التقت فيه الرياض بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وهو ما ضخم من حجم الشكوك بالدور السعودي المتهم برعاية تمزيق اليمن رغم تاكيده على وحدته وزادت كمية التخوفات من وجود صفقات لتقسيم اليمن ليس بأيد غربية هذه المرة بل بأيد عربية سعودية إماراتية وأيد اليمنيين أنفسهم ترجمة نانسي قنقر